سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مرة اخرى مع دروس بسيطة رسالة وسريعة وشروحات مفيدة كما سبق وقلت في الفيديو السابق سأتطرق الى هذه الايقونات التي استعملها لتسهيل عمل اليوتيوب بشكل افضل خيارات مفيدة ورائعة في ايقونات جديدة تسهل العمل على اليوتيوب وهي مجرد اضافات سنتطرق الى حوالي خمس اضافات مفيدة هذا ما سنشيته في هذا الشرح قبل ذلك يمكنك دعمنا باشتراك في القناة عبر الضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو وتفعيل الجرس ان اردت يصلك كل جديد من القناة ونمره الى الشرح سنبدأ بالشرح من الاسفل فا اه اول الاضافة وهي هذه تظهر في هذا الشريط في الاسفل عند الضغط عليها نقوم بتوقف الفيديو اولا تظهر لك هذه المسطرة وهي توقيت الفيديو فوظيفتها اعادة تكرار اه جملة اعادة تكرار مقطع من الفيديو مثلا نختار هنا نختار اه اختار اه من تسعة عشر الى الى اربعة وعشرين ثم الضغط على كما تشاهدون سيتم تكرار المقطع من تسعة عشر الى اربعة وعشرين كما تشاهدون فانت يمكنك التطبيق تلك على اي فيديو تريد تكرار مقطع معين منه كما يمكنك هنا تحديد عدد مرات التكرار فمثلا عشرة وتضغط على هذه الاضافة الاولى اضافة تانية وهي هاته المسطرة كذلك هي ايقاف اه تسريع الفيديو مرتين اربع مرات زيادة الصوت تكبير اه وجودة الفيديو خيارات اه مباشرة من هنا الجميل في هذه الاضافات انها افضل من الاضافات تلقائية الموجودة هنا طبعا زيادة السرعة وجودة الفيديو ففي هذه الخيارات تلقائية عند اختيارك مثلا زيادة سرعة الفيديو في هكذا فسيبقى هذا الخيار مفاعل في جميع الفيديوات التي ستشاهدها في المستقبل بعد هذا الفيديو ولكن ان اخترت من هذا المسطرة فالخيار سيطبق فقط على هذا الفيديو وعند انتقالك الى فيديو اخر سيصبح اه بشكل عادي هذه الاضافة التانية اضافة تالتة وهي هذه المسطرة وهذه الايقونات الظاهرة في هذا المكان فايدة هو كذلك فمثلا هذه فيلتر فعند الضغط عليها يمكنك قلب الفيديو ان كان مقلوب يمين شمال اه افقيا عموديا كذلك هذا الخيار فضغط كليك يمين يعود الى الاصل هذا الخيار كذلك لاضافة فيلتر للفيديو ربما ستلتقي فيديو لا يمكنك مشاهدته بشكل جيد فيمكنك استعمال بعض الفلاتر الى ان تصل الى جودة يمكنك مشاهدتها بشكل جيد كليك يمين فيعود الى اصله هنا اخذ صورة من الفيديو فمثلا اه بالشكل العادي يجب ان توقف الفيديو وتأخذ صورة ثم تظهر لك هذه الاضافات فشيء اه ممل نوعا ما فيمكنك استعمال هذه الايقونة فياخذك الى اه صفحة هنا يمكنك اخذ اه تعديل الصورة حسب الجودة الموجودة في الفيديو وعمل عليها مباشرة بشكل جيد. هناك خيارات هنا لريبيتي لاعادة الفيديو تشغيله مرات اخرى خيارات اخرى وتعديل الخيارات كذلك من هنا. الايقونة الرابعة وهي هذه. الاضافة الرابعة هنا تجد الكثير من الخيارات يمكنك تعديلها على صفحة اليوتيوب. مثلا نختار جنرال هذا النايت موض موجود في النسخة الجديدة ليوتيوب لا تحتاجها. هنا اه ولكن تحتاج ربما هنا يمكنك اه 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 زيادة الاسفرار فيقال ان هذا اللون ترتاح منه العين لاعلم كيف. كذلك هنا يمكنك اه اضافة بعض الضبابية للفيديو. ان كنت ربما تشامل لابتوب ولديه بطارية تنتهي بسرعة فيمكنك التقليل من هنا عند استعمالك اليوتيوب. كذلك خيارات اخرى هنا يمكنك اه تفعيل خيار الليل في وقت محدد من هنا. اه هناك خيارات كثيرة يمكنك استغلالها. سنفعل بعض الامور سنجدها فيما بعد. بلاي هنا بلاي كذلك لعادة تشغيل فيديو اوتو بوس فيديو زيادة الفوليوم كاليتي فيديو وهذه الخيارات موجودة من قبل. ميني بلاير هنا اه تظهر لك نافذة صغيرة عندما تنزل ربما تقرأ التعليقات والفيديو يختفي فيظهر لك من في نافذة هذه النافذة يمكنك تحكم في مكان وضعها. كما انه تظهر لك هذه الايقونة الصغيرة في اليمين. ضغط عليها فتسعد الى الاعلى. اه نعود الى ذلك الخيار. الخيارات اخرى هنا كذلك. هنا اه تظهر لك اه يقونة صغيرة فوق الفيديو تضغط عليها فيظهر بنافذة. سنصل اليها. فيديو سكرين لاخذ صورة من الفيديو كذلك نفعلها من هنا. نقوم بتفعيلها من هنا. نوع الصورة جي بي جي. وخيارات اخرى متعددة. ربما تريد اه اه الغاء كل هذه التعديلات فما عليك للذهاب الى السيتينج. ورشت السيتينج. تضغط على هذا الايقون على هذا السطر. فتعود جميع الخيارات الى اصلها. نقوم بعادة تشغيل الصفحة مرة اخرى. فكم تشاهدون هنا ظهرت لك هذه الايقونة عند الضغط عليها. تظهر لك كذلك هذه النافذة منبتقة خارجية يمكنك التحكم فيها كما تريد. الاضافة الرابعة. الاضافة الخامسة وهي تخص الترجمة. كيف ذلك? ترجمة وهي اه خاصة بترجمة الافلام. مثلا اه وجدت فيلم جديد فربما هذا الفيلم سيحدث عما قريب من اليوتيوب. وهذا الفيلم وجدته دون ترجمة عربية مثلا. فما عليك الا احضار هذه الاضافة. هذه الاضافة اسمها سبتايتل فور يوتيوب. وتم تأتي بترجمة الفيديو مثلا من اشهر موقع لترجمة الفيديو وهو. فتضع اسم ذلك الفيلم فيعطيك ترجمات متعددة. تختار العربية وتأتي بذلك الملف. فمثلا سنجرب باي ملف. فهنا ساختار هاد. اختار مثلا لملاحة الترجمة ساخذ نسخة منها. فما عليك هنا اولا بما انها لغة عربية. تختار هنا اللغة العربي عربية ويندوز الف ومئةين واسة وخمسين. ثم تقوم بسحب تلك الترجمة هنا في هذا الخانة. وتعيد الضغط مرة اخرى. ثم ماذا سيحدث? ستظهر سنشاهد. ستبدأ الترجمة في الظهور. كم تشاهدون هذه الترجمة ولكنها لتجريب فقط. في لا علاق لها مع الفيديو. ولكن ان كان الفيلم وترجمته حقيقية فستظهر متوازية او متناسبة مع كلام الممتلين وغيره. هذا للتجريب كما قلت. اذا كان هذا الشرح اليوم. اه في الاخير شكرا للمتابعة. اه تمنى ان يفيد الكتيرين. هذا الشرح. الى الشرح القادم بين الله. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام.